اشتركوا في القناة والعياذ بالله مذمومة غالب واء فهو من باب العام المخصوص من باب العام المخصوص وقد يقول بعضكم ما هذا اشهد الطريقة في التلاعب في الفهم وفي تهويل النصوص لا هذا ليس تلاعبا هذا باب من أبواب الفهم أيها الإخوة له أسسه وله قواعده هم احتجوا لفهمهم هذا بأدلة أخرى أيضا من السنة إذن هذه من باب من باب العام المخصوص مش كل بدعة بالمطلق لا 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 أكثر البدع مذمومة أكثر البدع مذمومة لكن من هنا يمدح ويستحب بدليل قول النبي في حديث عائشة بدليل قول النبي في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه قالوا النبي قال ما ليس منه إذن قد تحدث شيئا أنت في الدين وله أصل في الشرع لذلك عرفها ابن حجر تبعا ربما لابن رجب الحنبلي بأنه ما أحدث في الشرع مما ليس له أصل إن كان له أصل يدل عليه فأهل وسهلا فهذا يعتبر أيها الإخوة جائزة أو بدعة مستحبة وقد يكون بدعة واجبة كما قال عز بن عبد السلام لكن إن لم يكن له أصل وعارض أيها الإخوة الأصوة والقواعد وربما عارض صريح النصوص فهذه بدعة الضلالة هذه البدعة المذمومة نعم وذكرنا لكم أنهم احتجوا بقول النبي من سن سنة حسنة أو من سن في الإسلام سنة حسنة بعض الناس يقول لا 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 المقصود هنا من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا سنة ربما نسيها الناس أو أميتت فأعاد إشاعتها في الناس لكنها ثابتة عن رسول الله هذا غير دقيق لماذا؟ لأن الحديث نفسه يقول ماذا؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة هل الإسلام فيه سنة سيئة أميتت؟ يمكن أن يقال أو حتى يمكن أن يقال أتى بعض الناس وأحياها من جديد الإسلام ليس فيه سنة سيئة الله تبارك وتعالى والرسول لا يمكن أن يكون شرع شيئا من الشر ومن السوء إذن من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة مقابلة مقابلة سن السنة الحسنة بسن السنة السيئة دال أحبتي في الله دال إخواني وخواتي على أن المقصود اخترعها اختراعا اخترعها اختراعا لم تعهد عن رسول الله وربما أصحابه لم تعهد فهذه سنة كما قال النبي يعني كل نفس تقتل لا تقتل إيه نفس إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل كفل من دميها لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل النبي يقول وما معنى هنا سنة اختراعه اختراعه ولم يسبق إليه فبهذا المعنى إيه؟ من سن سنة حسنة من سن سنة حسنة هناك حديث رواه الإمام أبو داود وغيره مختصروا أيها الإخوة أن الصحابة كانوا إذا سبقوا في الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة وستأخروا عن الصلاة قليلا يأتي بعضهم بعد ركعة بعضهم بعد ركعتين وهل مجر فماذا يفعل الصحابي؟ يسأل ربما سأل في أي ركعة هم؟ فيقال لهم في الركعة مثلا افترض إيه الثالثة فيبدأ إيه يصلي الصلاة من أولها من أولها عفوا الركعة الأولى والركعة الثانية ربما يدركهم إيه في الثالثة في آخرها أو في الررع إن كانت رباعية فكان يكون من الصحابة القائم والراكع والقاعد ورسول الله يصلي فمحاذ بن جبل في مرة في ذات المرة ترى هذه الحالة لم تعجبه فقال رضي الله عنه وأرضاه لا يكون في حالة إلا كنت عليها يعني من النبي قال أنا سأتابعه إذا كان قائما سأكون إيه قائما إذا كان راكعا سأكون إيه راكعا إيه خلفه هو هكذا لا يكون في حالة إلا كنت إيه معه فسن هذه السنة ما هي هذه السنة؟ معاذ بن جبل هو الذي سن لنا هذه السنة ياهو الإخوة إذا أتيت وقد سبقت تابع الإمام تابع الإمام صلي كما يصلي يا الإمام وحين يسلم الإمام ينصرف من صلاته يسلم أن تقم وعليك أن تأتي أن تعوض ما فاتك محاذ بن جبل هو الذي فعل هذا وأعجب فعله هذا النبي أعجبه وقع منه موقعا حسن وقال قد سن لكم معاذ أو إن معاذا سن لكم سنة كذلك ففعلوا النبي يقول سن لكم وواضح أن معاذ اخترع هذا من غير التوقيف من النبي النبي لم يطلب منه هذا ولا دلعوا على هذا بعقلي عرض هذا قال هذا يكون أفضل والنبي أجاز ذلك نعرف جميعا من خلال قراءة السيرة المطهرة المشرفة أن خبيب ابن عدي الصحابة الجليل الشهيد قبل أن يقتل بالتنعيم قتله كفار قريش ماذا فعل؟ استأذنهم لكي يصلي ركعتين فصارت سنة لكل من يقتل صبرا لكل من يقتل صبرا طبعا معنى القتل صبرا أنه الإنسان يمسك فيقتل لأنه ممكن يقتل في معركة هذا ليس صبرا في مقاتلة هذا ليس صبرا لكن الإنسان الذي يقع أسيرا أو يأخذ عنوة بأي طريقة ويقدم القتل وهو مأخوذ هذا يقال يقتل صبرا خلاف الذي يقتل في المقاتلة أو في المعركة في ساح الوغة فعلى كل حال الحاصل أن خبيب ابن عدي هو أول من سن لنا هذه الصلاة لمن يقتل في سبيل لا يصلي ركحتين قبل أن يقتل نعم واضح؟ طيب هناك أيها الإخوة في المقابل